وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترتيب الإخوة كان من الساعة الحادي عشرة لكن لأمر ما حصل لي تأخرتم فأرجل معنا بسبب تأخرنا في الدرس السابق ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي وأحبتي في الله لا يخفى والسلام والموجهين والسلام والموجهين ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تبارك وتعالى والتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولم كانت هذه وظيفة جميع المسلمين على حسبي قدرتهم العلمية فإن الله تبارك وتعالى قد بيّن لنا آداباً ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا آداباً وصفات لا قد أن يتحل بها الداعية وعندما كانت هذه المسلمة أو المسلمة من كل موسلم الذي يفهم في المعرفة ثم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عز وجل أول تلك الصفات العلم والتعلم والتفقه في دين الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيراً يفقه في الدين والله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوا وَلَا نَوْمَهُمْ إِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَى فلابد أن يكون الداعية عارفاً بما يدعو إليه فقيهاً فيه متمكناً منه حتى يؤدي رسالته على الوجه الذي يرضي الله عز وجل أما إذا لم يكن كذلك فإنه قد يغش الناس من حيث يدري أولاً إذا لم يكن بصيراً بما يدعو إليك بصيراً ياذا لم يكن系 بصيراً بما يدعو إليه يقول الشيخ الإسلام الأ verbs يقول الشيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أنه يجب على كل مسلم تعلم أربعة مسائل أربع مسائل الأولى العلم أن العلم بهدي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ولذلك عقد الإمام البخاري بابا العلم قبل القول والعمل والثاني العمل بهذا العلم بمعنى أن تتعلم لتعمل وتطبق حتى لا تكون ممن قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما تسعر النار بثلاثة وذكر منهم العالم أو طالب العلم الذي لا يعمل بعلمه قال يؤتى بالقارئ يوم القيامة أو العالم فيعرف نعمة الله فيعرفها ثم يقال له ماذا عن التبها فيقول قرأت كتابك وقرأته الناس فيقال إنما قرأت لي وقال إنك قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله ومن هذا المهم أن تقول لك عن المهمة بالدائي ومعرفة وفقه الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله قال اعلم رشادك الله لطاعة لا ما يقولون بإمكانك أن هناك 4 matters which are an obligation upon every single muslim and every single female muslim and he mentioned the first of them is العلم is knowledge knowledge of the quran knowledge of the sunnah and knowledge upon the manhaj of the salaf and for this reason الإمام البخاري he entitled his chapter he said باب العلم قبل القول والعمل the chapter of knowledge precedes speech and actions and for this and then after this is doing righteous actions i implementing that knowledge and for this reason Allah said in the quran all you who believe all people of iman why do you say that which you do not why do you say that which you do not do and then he said how great or severe a sin it is with Allah that you say that which you do not do and the prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned the first people who will be dragged into the fire and he mentioned three types of people who are dragged into the fire amongst them is the qari a reader or an alim or a scholar and it will be said to him what did you do with this knowledge and he will say oh my lord i sought knowledge for your face for your reward and then it will be said to him no rather you sought this knowledge in order for it to be said that you are a scholar or for it to be said that you are a reciter and then the person then the person will be dragged on his face to the fire i hadfalhu ballah and the third waiting to him is the ED if you knew the word and you decided toслab it and if you didn't know it الآية وتفقهت فيها تبلغها عن الله وإذا لم تعرفها لا تتدخل في ما لا تحسن وما لا تجيد فالدعوة إلى الله وظيفة عظيمة للأنبياء المسلين والصالح والمصلحين ولذلك وتواصوا بالحق معناها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه قد تلاقي أذى حتى من بعض أقاربك وخاصتك كما تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم للأذى وكان يصبر ويحتسب فعليك أن تصبر والصبر على الأذى في سبيل الدعوة يدخل فيه أو تدخل فيه أنواع الصبر الثلاثة فهو صبر على طاعة الله لأن الدعوة إلى الله طاعة وهو صبر عن معصية الله لأن تقصيرك في جانب الدعوة معصية وصبر على أقدار الله لأنك قد تنال أذى فإذا صبرت عليه كنت من الذين يصبرون على الأذى في سبيل الله وصبر على الأذى وصبر على الأذى فإن تقصيرك في جانب الدعوة فإن تقصيرك في جانب الدعوة فإن تقصيرك في جانب الدعوة إنه عن anything أنه جال ليس أسلام when it comes to seeking knowledge righteous actions and giving دعوا to the people a person has to remain patient remain patient with what your family is going to say about you and your relatives they're going to say about you and you're full of close companions and friends are you going to say about you and the prophet he used to remain patient with what people used to say about him and he used to seek the reward from Allah so when a person is patient upon knowledge then he is covering all three different types of patience because patience is either patience upon obedience to Allah so by seeking knowledge وعن في حيث سيئة معرفة ولكن هذا يمر في حيث معرفة لهذا السيئة والذي فموتوتوت لا تبيعين Herat السيئة والإواسة الوحيد والعصيف عن الواسعين والسيئة ثم في مناسبة لي شئاتنا فإن فإن قتوب نفسي ثم السيئة بالطبع كما السيئة чائة معرفة بالقرير فإنك تريد تجيب سوى وضع أمارياتي وضعهم نحن الـ دعوة ون يتحدث عن بالك then this is patience upon the decree of Allah and the peace of mind وصف الله نبيه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لطيف في دعوته يعرض الإسلام على الناس بهدوء ورفق وطمأنينة فكان يعني ذات يوم جاءه اليهود فقالوا السام عليك فقال وعليكم قالت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقالاها أم المؤمنين عائشة قالت يا رسول الله لما لم ترد عليهم قال ألا ترين أنني قد ردت عليهم فقلت وعليكم يا عائشة إن الرفق ما يكون في شيء إلا زانة وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وكما قال صلى الله عليه وسلم فأسوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلمس الحكمة وتخول الناس وعدم الإطالة عليهم وتخولهم بالموعظة والجد والتاد في دعوتهم إلى الله ويعني الانتباه إلى الأوقات التي تناسبهم وإلى الأوقات التي لا تضايقهم 跟 then the second quality of characteristic that everyone must have is hip payment is wisdom and gentleness and that person uses a good form of admonishment because Allah said in the Quran call to the way of your Lord with wisdom and a good admonishment and discuss or debate with the people in a good way And Allah سبحانه وتعالى He said to the Prophet صلى الله عليه وسلم That if it wasn't for our mercy upon you Such that you became gentle and lenient Then you would have been somebody who is severe and harsh Causing the people to flee away And the Prophet صلى الله عليه وسلم said That whenever rifq, whenever kindness, gentleness, leniency Is found in a matter It makes it beautiful And whenever leniency and gentleness Is taken away from something Then it makes it something which is distasteful So a person has to have the wisdom and the gentleness In every aspect of a dawah How you treat and interact with the people you are calling to Islam And how you interact with other du'at And how you interact with the society that you live in And Allah سبحانه وتعالى He summarized the manners of the Prophet صلى الله عليه وسلم By saying indeed you are upon lofty and high manners So the Prophet صلى الله عليه وسلم He was latif He was kind and gentle And he used to use leniency And when he gave dawah It was upon tamaleena Upon tranquility and being calm For this reason when the Jews came to him And they said They said Death or poison be upon you The Prophet صلى الله عليه وسلم Simply replied by saying And upon you also And our mother and the mother of the believer Aisha رضي الله عنها May Allah be pleased with her And may Allah humiliate whoever hates her She said to the Prophet صلى الله عليه وسلم Why didn't you reply Why didn't you reply Like they said to you And the Prophet صلى الله عليه وسلم Said Did you not hear me replying They said Poison be to you And I said And upon you as well And here The Prophet صلى الله عليه وسلم Said Whenever Rifq Whenever gentleness Is found in something It makes it beautiful And whenever gentleness Is taken away from something It makes it distasteful And the Prophet صلى الله عليه وسلم Said Indeed Allah gives Due to gentleness That which he does not give Due to harshness And he said صلى الله عليه وسلم Indeed Allah is رفيق Allah is gentle And kind And he loves gentleness And kindness So our model Our role model Our example Is the message of Allah صلى الله عليه وسلم In how he used to use His wisdom In talking to the people And the fact that He didn't use to prolong His affair with The people And how hard And sincere He was in his striving And how he used to use The appropriate times To discuss With the people And stay away From those times That are difficult For the people والأمر الثالث أن يتدرج في دعوته ابتداء من التوحيد إلى الفرائض إلى بيان المحرمات إلى بيان المستحبات وبيان المكروهات فيبدأ بالتدرج شيئا فشيئا حتى يقبل الناس الحق ويرسخ في أذهانهم ولا يبدأ بغير التوحيد قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فالله خلق الناس لعبادته فيدعوهم إلى إفراده بالتوحيد ونبذي عبادة من سواه قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وإياك والتهاون بالتوحيد بدعوة أنك تريد تجميع الناس على مبادئ معينة تاركا توحيد الله عز وجل فهذه قاعدة فاشلة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعدر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذه من أفسد القواعد التي أحدثت في هذا العصر ويورد بعضنا essay أشترك دعواج So the first step of دعوة is calling to التوحيد And then teaching them the obligations of the religion And then teaching them those things which are حرام Which are not permitted And then those things which are مقروح Which are disliked And so on and so forth And a person always starts with التوحيد And he never stays away from calling to التوحيد Because Allah said in the Quran And know فعلم You should know You should have knowledge That there is no deity worthy of worship Except Allah And seek forgiveness for your sins And Allah سبحانه وتعالى said Recite Recite in the name of your Lord who has created you So people were created for the worship of Allah And this is why a person first starts with التوحيد And the message of التوحيد And Allah said in the Quran فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَعُودُ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ Whoever disbelieves in the false deities and the false gods And he has iman in Allah Then he is the one who has taken the firm Handhold So a person should never stay away from التوحيد Justifying this That I'm trying to gather the people upon something else A person has to always start with التوحيد And as for the principle The matters cooperate with each other Upon that which we agree And as for the matters we don't agree on Then we just ignore these matters And this is something which is corrupt A corrupt principle El pedigree El pedigree Al-Quran Qadili Anal-Quran Qadili All-Quran Qadili وَadُبْ and Al-Quran Qadili وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال صلوات الله وسلامه عليه مثل المسلمين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والمؤمنون ولاسيما الدعاء وطلبة العلم إذا اجتمعوا واجتمعت كلمتهم فإنهم سيكوننا مؤثرين بإذن الله في غيرهم وتنجح دعوتهم بخلاف ما إذا تفرقوا وابتعدوا عن بعضهم تأبى الرباح إذا اجتمعنا تكسر وإذا اجترقنا تكسرت أحد الرماح إذا جمعتها أو الأعواد التي جمعتها ما تستطيع تكسرها ولكن إذا خدتها واحدا واحدا تستطيع أن تكسرها يقال إن هارون الرشيد جمع أبنائه وأعطاهم حزمة عود أراك مجتمعا فقال أكسروها فما استطاعوا كسروها فقال ما استطاعوا ثم بعد ذلك فرقها فأخذها عودا عودا فكسرها فذلك مثل الاجتماع والافتراق القلو لا بد أن تكون متقاربة وكذلك الأجسام الأجسام نعم نعم ثم ثم نعم 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 اشتركوا في القرآن نعم حبينا نعم 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 And Allah said in the Quran And cooperate with each other upon birr and at-taqwa Upon righteous actions and staying away from haram And the Prophet ﷺ said That a believer to another believer is like a building He supports each other And the Prophet ﷺ described how the Muslims should be And even more the dua He said that the example of a Muslim towards another Muslim In their love and compassion and mercy and affection for each other Is like the example of a body If there is pain in one limb Then all of the body It feels the pain such that it cannot sleep Or it has a fever So whenever we find the Muslims who are united And most of the dua who are united And their word is united Then you will see that the da'wah is effective And you will see that the da'wah is successful Like the poetry that the Shaykh mentioned Whereby if you take a number of sticks And place them together It's difficult to break But if these sticks are taken individually Each one is very easy to break And it was said regarding Harun al-Rashid That he gathered his sons And he gave them a group of sticks Or a block of sticks And he said break this And they weren't able to do so And then he took a single individual one And each one could break it very quickly So this is the example of the dua That there has to be unity firstly in the hearts And then there has to also be unity in the bodies As part of the وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه فاغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك اجتهد في هذا فإن ما مضى من الشباب لا يعود فاجتهد يا عبد الله واعلم أن هناك بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المسلم الذي ينشأ في طاعة الله والشاب الذي ينشأ في طاعة الله يظله الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله وأيضا فإنه إذا عجز عن بعض الأمور لكبر أو مرض أو نحو ذلك فإن الله يكتب له كل مثل ما كل مثل ما كان يعمل عندما كان صحيحا مقيما معافا فهذا فضل من الله يجب أن يستغل وأن نستغل هذه الأوقات قبل فوات الأوان And the fifth quality of characteristic that every da'i should have is attaching importance to his time and managing his time well and organising his time well because time is very precious and if you don't use the time then the time it will cut you and like Allah said in the Quran and then on that day you'll be questioned about the luxuries that you are in And the Prophet صلى الله عليه وسلم He mentioned That the two feet of a slave Will not move until he is questioned About four matters He will be asked about his young age And how did he spend those years And he will be questioned about His life and how he spent His life And he will be questioned about his wealth Where did he take this wealth from Where did he earn this wealth from And where did he spend this wealth And he will be questioned about his knowledge His ilm and what did he do With his knowledge And that a person should Use Or take opportunity of his young years Before he becomes old and weak And a person takes opportunity And exploits his days of health Health when he is healthy and well Before he becomes ill And that a person takes opportunity Of the days which he has free His free time Before he becomes busy And a person takes opportunity Of when he is rich Before he becomes poor And that a person takes opportunity Of his life Before death comes to him So whenever Your youthful years And your young years When they pass by They will never return back And the Prophet And the Prophet Sallallahu alayhi wasallam Gave the glad tidings To the youth Who spends his youth In the worship of Allah He said From amongst the people Whom Allah will shade Under his shade When there is no other shade Is Is a young person Who spent his youth In the worship of Allah And if a person becomes old Whilst his youth was spent In the worship of Allah And then he isn't able To spend that time Due to health Or other reasons Then his reward Is written for him Just like he used to do When he was young Or when he was well Or when he was unoccupied من المهم أيضا أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة في دعوتنا وهذا هو الأمر السابع السادس وأن نجتهد في دعوة الله برفق كما بينا في الأمر الثالث فإن التسرع وفي الأحكام وعدم الصبر يورث أمورا لا تحمد عقباها لكن إذا وجد إذا تعاوننا فيما بيننا وصبر بعضنا على بعض وتحمل بعضنا بعضا واجتهدنا في إيصال الخير إلى الناس بعدم الكسل وعدم العجز استعن بالله ولا تعجز يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا فكان كذا فإن لو تعمل عمل الشيطان لكن عليك أن تشتغل وتعمل وأن تجتهد وأن تشحذ الهمة وأن يعني لا ننتظر من مؤتمر إلى مؤتمر لا ندري ماذا حال بعضنا لا نلتقي ونتعاون على إقامة مثل هذه المؤتمرات ماديا ومعنويا وجسديا فنتفان جميعا في هذا التعاون على الخير لأنه من أعظم أنواع التعاون أن نتعلم على تعاون على تفقيه الناس في دينهم ونحرص على هداية الناس لأننا أمرنا أن نكون رحماء بالخلق هذا الدين فيه رحمة بخلق الله بما رحمك من الله لنت لهم ولذلك أيضا يعني يجب أن ننطلق من هذا المنطلق أن يعني يرحم بعضنا بعضا ويرفق بعضنا ببعض ونجتهد في ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وأن نبذل كل ما نستطيع من مال أو جاه أو جسد أو عمل أيًا كان في سبيل التعاون وفي دعوة المشايخ والضيوف والعلماء وطلاب العلم الذين يسرون هذه المؤتمرات تتعاون فيما بينكم على هذه المسألة نعم فضل وانتقابل القيامل وانتقابل 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 الرئيسي وانتقابل وتمع دعوة وتمعظم وأنا نعم ولم يتعظت يا لبنية بسمي فلطر الأمر لحساس فلطر لما يتقظ جاهز سوى وانتقابل وذكرة لاحساس وصة هذا يقصد لا يمكن أن نقام بفراء سينجا من منار لذلك يجب أن نعمل مع ناقام بنا معك في ناقام بنا نعيش معنا بجلد وحاول أن تجعل ن kötية وحاول أن ندفع لبضلة الى بعض الناس وهذا لا يجب أن أحذر بالفعل لا يجب أن يشعر فيه فشيء منار والمنات سيقول لحظة الله وحظةAق و لا تحذر لا تستخدم ولا تستخدم و لا يشد myself فقط افعل هذا فهو فقط افعل هذا ثم نقول هذا قمنا بزرخها كل شيطان سنوات الحيطان سنواتن شخصا على ح grav عمله ونواتن اجب برق اجل يوم بحق الأممان أسلاء هذه الغرفتة سنواتن تتكلم بجميع ونواتن أحد أهمي ومجميعا واحدة نجحة مرحلة وحيث مقابلت بعض المشكلة تقريبون يعطيهم على الناس وحيث الله اتمنى اليوم هذا هو رحمة وحيث أنه يكون لقبل للهجل من هذا المساعدة لأنه كان لقبلاً فلن نحن لك لن تكون لقبلاً لن نحن لقبلاً أخيرا أن لا نترك للشيطان فرصة أن ينزغ بيننا فتضخم الخلافات وتكبر وتوسع علينا أن نجتهد في رأب الصدق والصلح الإنسان ليس معصوما قد يصدر منه ما يصدر من خطأ وزلات ونحو ذلك ولكن المهم أن يعالج هذا في حينه وفي وقت مبكر إن الشيطان يئسا يعبد في الجزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم فنحن لا نسمح له أن ينزغ بيننا لا نسمح للشيطان أن ينزغ بيننا إذا أخطأ أحدنا نضخم المسألة ونجعل لها ذيولا وأجنحة ونكبرها ومنها قد يتهمه واحد في دينه أو يتهمه في عقدته أو يخرجه من السلفية أو بغير دليل واضح وبغير برهان وبغير يعني مستند وهذا كله من نزغات الشيطان الشيطان آل على نفسه أن ينزغ بين بني آدم ولسيما المسلمين أنصار المهاجرين حصل بينهم ما حصل ثم هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجعوا إلى الماضي يقولوا حصل منكم كذا وكذا وكذا لا بمجرد أن بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا لداء الهدى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لا يذهب كل واحد يهدر الآخر أو يقاطع الآخر من أجل كلمة أو من أجل فتوى من أحد لا تستند إلى دليل أو نحو ذلك لا يا عبد الله انتبه لنفسك هذا كله من نزغات الشيطان كل هذا من نزغات الشيطان فاحترس منه يا عبد الله وهو يغيظه أن يجتمع المسلمون وأن يتكاتفوا وأن يتعاونوا نعم نحن لا نسمح لمبتدع أن يندس بيننا ومن كان مؤصلا في البدعة ومنتمي لله البدع والأحزاب ننصحه أولا فإن أصر على انتمائه إليهم وتطبيقه لحزبياتهم فهذا لا شأن لنا به نهجره ونتركه لكن إذا أخطأ آخي ووسلفي خطأا يسيرا أو خطأا ما أذهب وأكبره وأضخمه وأهجره وأدعو الناس إلى هجره ووقاطعه هذا أمر الخطير هذا كله من تلبيس إبليس ومن تلتزين الشيطان ومن مخططات أعداء الإسلام يفرحون بهذا يفرحون أعداء الإسلام وأعداء السنة وأعداء السلفية يفرحون بهذا مثل ما ذكرت لكم بعض المواقف بالأمس فلنتبه ولنتهد في تضييق الهوة تضييق الخلاف ومن أخطأ أن ننبهه ونبينه له الطريق والجادة أنا رست كما يظن البعض من دعاة الموازنات الموازنات خطيرة ما هي الموازنات يعني أقول لك إذا جئت لترد على مبتدع فامدحه أولا وبين حسناته لا هذا منهج فاسد عندما رد الإمام أحمد والإمام الداريم وغيرهم على الجهم والمعتزلة والجهمية ما بينوا حسناتهم لكن إذا أخطأ فرق بين هذه المسألة وبين أن يوجد خطأ عند أحد أو ما يتوهم أنه خطأ ثم يكبر ويضخم ثم تترك أخاك فريسة حتى ربما يذهب إلى أناس إما أعدال السنة أو أعدال الإسلام بسبب تصرفاتك أو هجرانك أو عدم عنايتك به فعلينا أن نتنبى لهذه المسألة وأن نجتمع دائما على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف فهذا سر بقائنا وهذا عنوان سعادتنا وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبلها جميعا ولا تفرقوا فأوصيكم نفسي بتطبيق ذلك عاجلا غير آجل والله نسأل أن يوفق إخوتي الدعاء وسائر مسلمين في كل مكان للعلم الناشع العمل الصالح وإلى قول الحق أينما كنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكما نفوس لحش اجب المحل عندما نتضربة كثيرى لكن كما احضار التقرار كما نحن 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 encompasses غَ ثالث والآخر ترجمة نانسي قنقر المصنف انصار whenever a difference occurred between them the Prophet صلى الله عليه وسلم would come and he would calm this difference down and he would close this difference and then they would accept the ruling of the Imam of guidance and this is why Allah said O you who believe answer the call of Allah and His Messenger when they call you to that which gives you life and also you shouldn't just listen to a Fatwa which accuses another person another student of knowledge without any اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة